في القتل أكثر من مئة عنصر تابع للنظام السوري واصيب آخرون بقصف لطيران التحالف الدولي في ديرزور حيث أكد التحالف أنه نفذ ضربات جوية ضد قوات موالية لنظام الأسد لقيامها بهجوم غير مبرر على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية في وقت متأخر مبينا أن القوات الموالية للنظام كانت تضم نحو 500 فرد في تشكيل كبير تدعمهم مدفعية ودبابات وأنظمة صواريخ متعددة الفوهات وقذائف مورتر